اكد رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام انه على استعداد لاي نقاش مفتوح عبر القنوات التلفزيونية مع كافة الاطراف للتأكيد على ان مشكلات اليمن يحلها اليمنيون فيما بينهم مهما كانت خلافاتهم وفي رده على سؤال لوكالة خبر للانباء عن استعداده لمناظرة تلفزيونية مع مختلف القوى السياسية سواء من مناصريه او خصومه او معارضيه اكد الرئيس صالح استعداده لاي نقاش مسؤول خلال 24 ساعة او 48 ساعة مع الجميع بمن فيهم فخامة الرئيس عبدالربو منصور هادي ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وعبر عن تأييده لكل نقاش يحد من التوتر ويقوي الوحى الوفاق ويبعد التماترس ويظهر القواسم المشتركة بين الجميع بعيدا عن التجيح والاساء التي لا تفيد احد مضيفا هناك الكثير مما نتفق حوله وكل مشاكل اليمنيين لن تحل الا حين يتناقش الجميع بغض النظر عن الاجندات الخارجية التي تهتم بمصالحها قبل اي مصلحة اخرى واضح الرئيس صالح ان كل الصراعات منذ ما بعد ثورة سبتمبر واكتوبر لم تكن تنتهي الا حين يجلس اليمنيون مع بعضهم البعض ويتوقفون عن محاولات الاقصاء التي لا مكان لها في اليمن وقال ان الوحدة اليمنية لم تتحقق الا حين توقفت التدخلات الدولية التي كانت تبقي كل طرف متمترسا ضد الاخر وحين تواصل اليمنيون مباشرة تحققت وحدة مايو العظيمة التي لا يمكن لاي طرف ان يلغيها لانها انجاز الشعب وكل الشرفاء في كل الاحزاب واضاف جمال بن عمر موظف اممي وشخصية عربية نكن له كل الاحترام ولكنه لا يمكن ان يكون طرفا يمنيا ضد طرف اخر بل دوره يقتصر على ان يسهل الوفاق اليمني اليمني اشتركوا في القناة